هي ليه هانا الزاهد مش هتتحاكم زي محمد رمضان بعد صورتها في كابينة الطيارة وهو نفس ده اللي عمله محمد رمضان مع الطيارة الراحل 10 في بوليوسر الإجابة لإن هانا الزاهد كانت ركبة طائرة تنزانية وفي رحلة سياحية غير خاضعة تماما لوزارة الطيران المدني المصري وبالتالي تركب في أي حتة إن شاء الله تركب مكان السواء وتسوق مكانه ولو في عقابة تتعاقبوا لازم تتعاقب من السلطات التنزانية المسؤولة عن وضع قوانين وقواعد الطيران في البلاد عندهم وده اللي أكدته هانا الزاهد وجوزة أحمد فاهمي لما طلعت أسواق كتيرة تطالب بمحاكمة هانا الزاهد على غرار محاكمة محمد رمضان طبعا كلكم شايفين الصورة هي قاعدة جنب السواء وبتهزر وبتتحك وبتتصور والأمور زي الفل بس ده طبعا عادي جدا في تنزانيا مفهوش عليه عقوبات ولا قواعد صارمة من الطيران هناك هو ليس ده الحكم بالسجن لمدة أسبوع مع إقاف التنفيذ وغرامة 200 جنيه على الفنان أحمد فلاوكاس الفنان أحمد فلاوكاس تم اتهامه بأنه بيشتم راجل أعمال على الواتساب فرجل أعمال ده خد شتيمة أحمد فلاوكاس ليه وعمل بها محضر والمحضر تحول لقضية والقضية طلع فيها حكم النهاردة بالسجن لمدة أسبوع مع الشغل ولكن مع إقاف التنفيذ وغرامة 200 جنيه أحمد فلاوكاس طلع ونفع وقال لما تتحبستش ولا حاجة طب ما الحكم يا فنان ما فيش حبس الحكم بيقولك حبس مع إقاف التنفيذ اكتبه في الكومنتات شتمت كم واحد قبل كده على الواتساب ومخفتش انه يعمل لك محضر وقضية ولا لا هو إيه اللي قالته مواد الأدهم للقاضي وإيه اللي طلبته من والدها في جالسة محاكمة مواد الأدهم قالت للقاضي اعتبرني زي بنتك وأنا ما عملتش حاجة ولا حرقت البنات على أي حاجة غلط ولا شاركت في أي شيء سيء يا دور المجتمع المصري وطلبت من والدها أنه يحضر والدتها عشان نفسها تشوفها وكمان يبعت لها جوابات جوه سجنها عشان تتطمن على أسرتها وطلبت منه كمان 1500 جنيه كمصاريف ليها جوه سجنها يا رب يفك سجنها هي وكل واحد مسجون السجن والمرض أو الموت مفهوش أي شماتة مهما اللي كان اللي قدامك عمل جلسة محاكمة مواد الأدهم وحانين حسام هتكون النطق بالحكم فيها يوم 20 يونيو القادم